سعيد ما حاجة بنش خالص عبد الله مش ده عبد الله السعيد يعني عبد الله السعيد يمكن كان بيلعب عليه آآ عمر سلية عمر عمر السلية كان لعب مبارح في منتهى يعني عارف عبد الله السعيد وعبد الله مؤثر وعبد الله لو مسك كورة وهرب بكورة يعمل مشكلة للنادي الأهلي فعمر السلية كان هدفه الأساسي عبد الله السعيد ما يسيبوش عبد الله في أي كورة مع عمر سلية فلعب عليه منتهى يعني احترافي لكن عبد الله مبارح مش ده أدى عبد الله السعيد يعني انت بتجيب نجم زي عبد الله في ماتش زي نادي الأهلي عبد الله يخلص ده دور عبد الله السعيد الأستيسة بتاع عبد الله السعيد يخلص بماتش يخلص ببطولة وانت عبد الله هو ده دوره كده ما عملش عبد الله مبارح ما شفتوش كده خلص مبارح يعني ما عرفش ليه كانش في حالته ما كانش عارف يستحوز على الكورة ولا ايه ما كانش يلاقي معاونة من زميله ولا ايه ما كانش عفض الله وزيزو زيزو تعاور طبعا نتمنى لي السلامة لأنه زيزو لعب محترم جدا ومتميز جدا وواحد من نجوم منتخبنا كمان فنتمنى السلام لأحمد سيد زيزو كمان أنه يرجع بالسلامة كمان فرقته لأنه زي ما بقول لكم الزملك لازم يبقى قوي الأهل لازم يبقى قوي البطولة المصرية قوية والمنتخب يكون قوي عندما يقوى الأهلي يقوى الزمالك المنتخب يكون قوي مصرحة الأهلي مصرحة الزمالك مصرحة كل الأندية يكون عندنا أندية قوية يعني ما حب يشوف الزمالك ضعيف لا ولا حب يشوف أندية لا أنا عايز كل الأندية المصرية يكون أندية قوية لأنه ده في مصرحة الأهلي والمنافسة يكون الجميع أقوياء حب الكورة عايزين كورة هي دي المتعة الجميع يبقوا في منافسة شريفة الرياضة هي كده منافسة شريفة خلاص خلص ماتشو تشكرين سلام عليكم مشينا خلاصنا شكرنا أشقانا في المملكة العربية السعودية تجربة قوية جدا متميزة جدا نعمل بقى بعد كده خلاص بطل خلاص فاز خلاص لسينا ندور على اللي جاي بقى هو ده اللي جاي اللي احنا ندور عليه ونشوفه ونتكلم نتكلم عليه